السلام عليكم ورحمة الله وبركاته manage.autodisc تستطيع أن تدير حسابك على Autodisc سأسيب لكم رابط أسفل الفيديو في الموقع وفي تمام فيديو لو أنت طالب في أي جامعة تقدر تأخذ حساب مجاني على Autodisc ولو أنت دكتور أو معيد فتقدر تأخذ لايسنس لـ 125 حد من الطلبة ندخل البرامج الموجودة ممكن تقول لـ All Product and Surface ولو أنت ترى الـ Updated مثلا نزل تحديث البرامج تدخل هنا على الـ Updated هنقض نظرة سريعة على البرامج الموجودة تابعة Autodisc طبعا البرامج دي هي البرامج الخاصة بالشغل الهندسي وهناك برامج خاصة بالمونتاج والفيديوهات نحن هنا AutoCAD طبعا ده يعتبر أول وأشهر البرامج على فكرة Autodisc ليس بشركة برامجة هي بشركة استثمار بشياء اللي بتختارها البرامج دي هي بتشتري أفضل البرامج اللي موجودة في السوق وتعملها تسويق نحن هنا AutoCAD Architecture و Electrical و MEB دي فكرة كلها انه هو عامل Addence جوه AutoCAD على اساس قبل ما اشتري الريفت كان عايز ينفس الريفت اشتري الريفت ثاب البرامج دي زي ما هي لكن يعني لو بتقارن لا الريفت احسن بكتير جدا من AutoCAD Architecture واحسن من Structure و هكذا طيب عندنا بعد كده هتلاقي مثلا AutoCAD بلانة CDD دي خاص بالمحطات تمام و شرحناك التفصيل هتلاقيه على قناة بام عربية AutoCAD الويب تقدر تفتحها وتقدر تكتب annotate وتكتب كومنتات على الوحد AutoCAD تمام لاحظنا هو بش بيقول لي Setup هو بيقول لي Access لما يقول لي Access بمعناها هو Online أو مثلا هتدخل على الموبايل مثل AutoCAD ويب موبايل تقدر تستطب على الموبايل لكن مش يكون عمليا غير لو عندك تابلت تقدر تدوس عليه بشكل حلو يعني على الموبايل بس صعبة طيب AutoCAD ليه نسخة قبل ما كنتوش لكن الريفت ملهوش نسخة قبل ما كنتوش هنا AutoCAD Builds تقدر ان انت تدير المشروع بتاعك من خلال الانترنت ده كان جزء من AutoCAD 360 بقى كان دلوقتي بقى اسمه ACC بقى AutoCAD Structions طيب Desktop Connector ده بيبقى مستطب عندك بحيث ان انت تقدر تشوف التحديثات اللي موجودة فيه البرامج بتاعتك تمام يعني تمام اهو Desktop تمام هاي الزرع عندي هنا عند السعة بقى بقى ده ده ديسك درايف ده تكون كلاود ستوريج بتبقى متخزن عليه المشروع بتاعتك تستطيع ان انت ترتابهم وتعملهم برفيو ده ده بنامج اسم conforma وده كلامنا عنه بالتفصيل ده بيبقى زي بيديك خريطة تقدر تحدد منها المشروع بتاعك وتقدر تعمل انالسيس بحيث شوف افضل تعمله ارتفاعات مثلا ابراج او لا وبيده اعملك دراسة للدوضاء اقدر اعملك دراسة للرياح للشمس كان زمان اسم بيسميكر لكن هو ما اعجبوش الاسم في عمل تغيير الاسم برامج في يوجن من البرامج اللي هي بتشغل cnc و cad و cam برامج خطير فبتقدر بتصمط جملة جدا وده كلها التولز بتستطب جواه بتدله قدرة اكتر ده حاجات انسيس خاصة بالبرامج تحت الريفت تقدر ترفع المشروع جرين بذنك ستوديو ده موقع نايت تقدر تدخل علي من هنا ده الفابريكيشن خلصت الموديل بتاعك وعايز تقدر تاخد الأجزاء بتاعته اللي هتبعتها للمصنع ان هو يعملها بالرامج النفس ووركيس لما تخلص الشغل نبدأ نروح للنفس ووركيس عشان يعمل لنا كوردونيشن وعشان نشوف المبنى هو بيتبني واحدة واحدة بنضيف له بعض الزمن طيب فاكرة الرندر طيب موقع نت تقدر نت تتشوف الرندر بتاعه الريفت ها هو ريفت جنراتي في ديزاين تقدر تعمل تصليم كثيرة جدا من خلال برنامج الريفت بحيث بحيث ان انت ممكن تحط له بعض العوامل أو برامتر ويبدأ نتعامل معها عندنا التون موشن وده برنامج شركة إبك بعمل رندر بشكل حلو جدا فاول ما ندوس هنا هيدخلك على التون موشن التون موشن موجود في ريفت 24 او تدوس ليس اشتريت الإبك ولا اشتريت التون موشن لكن هناك اتفاقية بينهم بحيث ان يكون موجود زي جزء من الريفت او تدوس على ضرور في الريفت يبدأ تعمل لك فتح التون موشن وتبدأ تعمل رندر على التون موشن فادي اهم البرامج اللي ممكن تلاقيها واشوف الروابط اسفل الفيديو ان شاء الله تقولون بفيدها